وقد تعزز التعاون العسكري بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفق نهج ورؤى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الشقيقة وهو الأمر الذي تشهد عليه العديد من المواقف بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى اللجنة البحرينية الأردنية المشتركة العليا علاقات أخوية تاريخية متميزة ربطت مملكة البحرين مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومشاعر أخوية دائما ما جمعت حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدة مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وهي العلاقة التي انعكست على أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا وفي سياق العلاقات بين البلدين شهدت العلاقات العسكرية تطورا ملحوظا ضمن رؤى قادة البلدين حيث يجمع مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية اللجنة البحرينية الأردنية المشتركة العليا الهادفة لتعزيز التعاون والتنسيق الأخوي في المجالات العسكرية بما يعزز علاقات المملكتين القوية والراسخة وخلال اللقاءات العسكرية دائما ما يؤكد البلدان على السعي لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة في المجال العسكري والتعاون الدفاعي وفي مقدمتها أسس تدعيم التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتنمية وتطوير هذا التعاون إضافة لعدد من المشروعات العسكرية المشتركة بين الجانبين وكان لمملكة البحرين تواجد دائم للمملكة الأردنية الشقيقة حيث أكدت البحرين دعمها من خلال المشاركة في الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب وذلك بعد وصول طائرات سلاح الجو الملكي البحريني إلى المملكة الأردنية الهاشمية في إطار التعاون الدفاعي الثنائي المشترك بين البلدين كما تعكس الخطوة دعم البحرين ووقوفها التام والثابت مع الأردن فيما تتخذه من إجراءات وخطوات حاسمة للقضاء على الإرهاب ودحره بجميع صوره وأشكاله وما كانت دوافعهم برراته ودائما ما اجتمع البلدان في الكثير من التمارين المشتركة التي تقام في المنطقة مثل تمرين الأسد المتأهب الذي تقيمه الأردن بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية كما اجتمع البلدان ضمن تمرين رعد الشمال الذي أقيم في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتمرين سيف العرب بجمهورية مصر العربية الشقيقة وغيرها من التمارين المشتركة بما يؤكد وحدة التوجهات ووحدة الرؤى التي تسير بها قيادتاء البلدين الشقيقين ضمن إطار علاقتهما الأخوية وإطار العلاقات العربية المشتركة